واخيرا وزير الصناعة قال انه يتم حاليا انشاء حاضنة لأفكار الشباب حاضنة يعني حضانة حضانة لأفكار الشباب برضو بمعنى ايه؟ عايزين نعرف اكتر آليات الحكاية دي ما هو ده برضو جزء من اسسنا شركة مصر لرادة الاعمال يعني كله في النهاية استيعاب لأفكار الشباب بس ايه الفرق من شركة مصر لرادة الاعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغيرة للشباب والحاضنة لأفكار الشباب قلولي بس كل ده ممتاز بس حد يقولي ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه عشان ما يحصلش كده عشان ما يحصلش كده